موسيقى نهاردة هنبتدي مع بعض مانا هتكونيكت بلاس فرست تيرم هنشوف مع بعض هنا يونيت ون عنوان اليونيت يعني في المصور الرياضي او في مصور الجري هنبتدي مع بعض وحنبدأ بالفوكابلوري اللي هي الكلمات اللي عندنا اول كلمة عندي كلمة أثليتس يعني اللاعبين الرياضيين من الصورة واضحة جدا انه عندي هنا لعبين الرياضيين أثليتس لعبين الرياضيين the second word when the verb بمعناه يفوز compete بمعنى يتصابق او يتنافس وكلمة زي عبارة عن verb جايلي من كلمة competition يعني المصابقة او المنافس freeze بمعنى سباق jump jump بمعنى يقفز او ينط jump middle middle بمعنى ميداليا track 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 يعني مصور القري track through through the verb بمعنى يرمي distance 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 بمعنى مسافة هو هنا موضح للمسافة ما بين الدركتين يبقى distance مسافة measure measure the verb بمعنى يقيس event event يعني حدث زي مثلا موضح في الصورة هنا a birthday party يعني حفلة عيد ميلاي دي تعتبر نوع من انواع ال events يبقى event حدث apologize apologize بمعنى يعتذر have fun بمعنى يمرح have fun يمرح او يستمتع listen listen the verb بمعنى يستمع support support بمعنى يدعم support يدعم examples يلا مع بعض كده سنة تلتة نشوف مع بعض ال examples اللي عندنا النهاردة example number one بيولي our school will get a medal today يعني المدرسة بتاعتنا سوف سوف تحصل على الميداليا اليوم خدنا النهاردة ان شاء الله هندرس مع بعض زمن جديد اسم future simple tense اللي هو زمن المستقبل البسيط ده يبدأ بالsubject وبعدين بيجي لي well well بمعنى سوف وبعد well على طول وانا مغمض لازم احط الفعل infinitive infinitive يعني مصدر من غير اي اضافة المدرسة بتاعتنا سوف تحصل على ميداليا اليوم example number two i think the athlete wearing red will win المثال هنا بيقول لي انا اعتقد ان اللاعب اللي لابس احمر هو اللي سوف يفوز طبعا هنا برضو استخدمنا المستقبل ب will وهنا واضح جدا ان كلمة will جاي لي بعدها verb infinitive اللي هو win بدون اي اضافات طب انا استخدمته هنا ليه لان انا بعمل حاجة اسمها تنبؤ لما جاي تنبؤ على حاجة هتحصل في المستقبل انا بستخدم القاعدة بتاعتي اللي هي will والverb infinitive طب ايه الكلمة اللي عرفتني ان انا هنا بتنبؤ كلمة think think يعني اعتقد طيب مين السبجكت عنزي هنا في الاكزامبل اللي هو the athlete wearing red يعني اللاعب اللي لابس احمر ماله will سوف وين يفوز مثال 3 احمد want to get a medal احمد want to get a medal او will not get a medal بمعنى احمد سوف لا يحصل على ميداليا هنا الجملة دي negative يعني ايه negative يعني من فيا will not بمعنى سوف لا ودي عندي contraction لها اللي هو want المفترض will not بتساوي want وبردو بعد ديها الفربي infinitive احمد سوف لا يحصل على ميداليا يبقى احنا النهاردة تكلمنا مع بعض في future symbol لما نيجي نكون ال statement طب دلوقتي هنكون question او السؤال بيقولي هنا will it be a good competition يعني هل هي سوف تكون مسابقة جيدة طيب هنا واضح ان احنا كوننا سؤال مع بعض وبدأ السؤال ده بكلمة will احنا هارفين مع بعض واتفقنا ان كلمة will معنا سوفا طب لو جات لي في بداية ال question او السؤال في الحالة دي بتكون معناها هل سوفا والسؤال بمعنى هل يا سنة ثالثة احنا متعودين نجاوب عليه بكلمة yes or no يعني نعم او لا طيب تركيبة السؤال ايه انا بستخدم كلمة will وراها ال subject هنا زي ما جايب لي هنا كلمة it وراها كلمة be اللي هو ال verb infinitive يبقى will وراها ال subject وراها ال verb infinitive طيب في الحالة ان انا عايز اقول yes حقول yes it will انا بعمل ايه بستبدل ال subject مع كلمة will ولا في حالة ان انا عايز اقول no حقول no it won't وكلمة want دي شورت فورم من كلمة will not يبقى لو سألتك will it be a good competition تقول لي اما yes it will اما no it won't language focus هنشوف مع بعض احنا اخدنا ايه النهاردة اخدنا مع بعض the future simple tense زمن المستقبل البسيط بستخدموا لما اجي عبر عن ان اكشن will happen in the future او حدث سوف يحدث في المستقبل طب انا عندي ال affirmative منه يعني ال affirmative يعني الجمل المثبتة منه باستخدم باقي الفورم بتاعها بيكون subject plus will plus verb infinitive زي ما اتفقنا كده في الاكزامبلز بحط subject بعد ايه will بعد ايه ال verb في ال infinitive بعد كده عندي negative اللي هي الجمل المنفية باستخدم ال subject مع will not or want plus verb infinitive بردو لو كلمنا عن yes or no questions يعني اسئلة بمعنى هل بتبدأ السؤال بكلمة will وراها ال subject وراها ال verb infinitive في حالة اني حقول yes حقول yes وراها ال subject وراها will وفي حالة اني حقول no وراها ال subject وراها will not or want let's practice together اول حاجة عندي choose number one when you say space you apologize طيب احنا قلنا يعني ابلوجيز سنة تالتة بروفو سامعيكم بتقولوا يعني يعتزر طب احنا بنقول ايه لما بنعتزر لشخص بنقول sorry excellent منقول sorry يبقى when you say sorry you apologize number two will he win هل هو سوف يفوز بيقولي هنا no he space في حالة ان انا عايزة جاوب no يبقى انا تمالي بجاوب بال helping verb اللي هو سألني بيه هو سألني هنا ب will يبقى انا طبعا الاجابة الصحيحة هتكون no هي ايه want excellent number three number three some space or running in the track some middles or some distance some بعض اللاعبين هما اللي بيجروا في الترك excellent ري اردر سؤال هنرتب مع بعض هنا بيقولي he هو think يعتقد will سوف win يفوز اي انا طبعا الستارت عندي هنا سنة ثالثة حاطتلي ايه انضال لين تحت subject i يبقى المفروض ان انا هبدأ باي هاقول ايه هاقول اي think he will win يعني انا اعتقد هو سوف يفوز excellent number two they whom will سوف the race when يفوز طبعا هنا ده سؤال بمعنى هل لذلك الاجابة عندي ايه عندي will they win the race يعني هل هم سوف يفوزوا بدأنا بwill علشان ده question بمعنى هل excel yourself now excel yourself اختبر نفسك وحتسب لي الاجابة بتاعتك في الكومنت really look and complete with jumping athletes number one they are space or running quickly number two I like space thank you and good boy and you